أهلا وسهلا فيك الشعر والملحن اللبناني فيرس كندر على قناة الجديد أهلا وسهلا فيك هون الجديد انتبعتنا وما كنا أعطيك العافية تخبرنا شوية عن فيديو كليب اللي بتقدمه حاليا اليوم عم نقدم أغني مختلفة كل الأغامة وأغني واقعية وفيها روح الكوميديا إذا بدك يعني بتحاكي الواقع اللبناني بإذا بدك كوميديا سوداء تحت إدارة المخرج بيلال زي بارا ويكيب العمل اللي معه قدمت موضوع بالأغني ككلام ولحن جو مختلف مثل واحد كيف عم ينتقض وضعه بطريقة ساخرة نتمنى أنه الناس يحبوا الفكرة كتير حلوة كتير واقعية كتير بتشبه الناس من واقع الحياة اللي عم نعيشوا كل يوم والريهانة كبيرة عليها بفتكر هذه الخطوة كتير تمهالت لحتى قدمتها بس إن شاء الله الناس يحبوها يا رب نحن قبل كنا نشوفك تقدم قصايد عم تحكي عن هيدا الواقع هلأ صرت أنت بطريقة لايت أكتر خبرنا ليش عملت هيدا الأوزي النوائي بمرحلة من مراحل يعني أنا قدمت كتير قصايد عن الواقع اللبناني تحديدا قصايد فيها نقمة وفيها ثورة وغضب على الواقع اللي احنا فيه حسيت حالي مطرح مطارح صرت كتير بومي يعني صرت الشخص اللي يتفوت على السوشيال ميديا بتشوفو عمي حكي عن الوضع والناس بتفوت على السوشيال ميديا غالبيا لتموه عن نفسها يعني اشياء كوميديا اشياء أكل اشياء سياحة فيو حلو موسيقى حلوة ناس تقباني أساسا ما في داعي ترجع ترش ملح على الجرح عرفت كيف هلأ أنت قبل ملحن كمان لوالد محمد اسكندر وإليستا ولمل حمزان وعدد كبير من الفناني اسم محمد اسكندر شو زاد على نجوميتك هو الأساس لأنه الحالة اللي خلقت بيني وبين بيه هي اللي خلت العالم تتعاطف كثير مع الأعمال أنه الأبن يعني عموا الأغاني لبيه يعني غير الكونسبت كله سوا يمكن تعودوا على محمد اسكندر بالمراحل القديمة أنه فنان شعبي فلكلوري تراث اللبناني الأشياء الصرف تراث صرف يعني معي أنا كنت الرينوفيشن إذا بدك لمؤسسة محمد اسكندر ككل والناس حبت اللي قدمناه وحبت الحالة بيني وبينه ولي جاي كمان أحلى إن شاء الله فيه تحضيرات كثيرة يعني هيدا المشروع مشروع ابو فارس بالنسبة لي هو الهجس الأول بكل التفاصيل كثير بيفصلك رسائل يمكن انتقادات على الأصص اللي بتقدمها شو بتواجهن الرسائل للعالم اللي بتنتقدك؟ الانتقاد البناء بفرحك بتحسي الشخص عم ينتقدك بمحبة بزكا انه عم يدويلك على نقطة حاسس انه إذا بتحسنيها تنبسطي انه زيت أنا قلتلك هلا انه شعراتك بيطلع وليك أجمل بتحسي انت بينك مالحالك إذا أنا قصدي انتقديك أو قصدي انه طور لك اللي انت فيه فيه ناس بتحب تركب الترند يعني بتحسي انه بتشوفك مساءنك انت ضارب بمطرح معين بيجوا بده يخرب طولك هذا الشيء وبنفس الوقت يتصيدوا بالماء العكرة بناحية انه ياخدوها لمنحة مش حلو طي يجيبوا مشاهدين ومشاهدات لقلوم وانه بيركبوا التلان تبع فارس يعني أنا أو غيري بمطلع بس أنا بعرف كتير فرق بين الشخص اللي يحبني والشخص اللي هو بده يياكل من النجاح عرفت كيف؟ غنيت أنا أو لأحد لوديع الشيخ شو زادت لقلق وشو زادت بنفس الوقت لوديع الشيخ غنيت غنيت أنا أو لأحد غني ماجر هت يعني من الأغاني اللي تركت مصمي كبير ومن الأغاني اللي هي هوية للفنان وديع الشيخ أنا بعتبر حالي انه عملت كونسرت بيشبه وديع بشخصيته بالإيجو تبعه بالكاركتير اللي قدمه للعالم هو كوديع لما بيعمني لحاله على ستيج أنا أو لأحد بتشبهه كثير لأحد ما ويمكن إذا غنيها مطرب غير وديع ما كانت تعملت شيء بس كل العمل كان مكتمل للعناصر من الكلمة لاللحن لالغناء لالتوزيع كله كان هذا العمل سترونج يعمل الشوك مع الناس ورح من أكثر فنان مبسط بالشغل معه من أكثر فنان زعجك أو حسنا عنده يمكن نسبة غرور بالشغل اللي بيدفع أكثر شيء لا الأعمال بتبه يعني أنا الفنان اللي بيعطيني ثقة وبيقلي خلص شوف المناسب انت بعمله وانت بديك بالرؤيتك يعني بدي يغني فارس أي ده بحمل لي مسؤولية كبيرة وبيخليني أعطي أحسن ما عندي أساس اللي بيعملوها الفنانين على السوشيال ميديا لكن ما عد في حدود لشيه ما عد في خطوط حمره لشيه يعني صار بنسبة إله الفنان بيهمه الترند بيهمه ينتشر تدرب الغنية ما بيهمه شوط يعني بغاية تبرر الوسيلة هل قدي صارت الأمور كتير إذا بدك يعني بزنس ويز ما في عواطف ما شي تاني بتحبت واجهو بختام المقابلة بدي يشكر إكيب العمل موجود معنا اليوم المخرج بيلال زي بارة وكل الشباب الموجودين والله يعطيهم ألف عافي واشكر إدارة المكان مطعم أبو عبدو عم المنصورية عمنام الكونسبت هيكي قريب كتير من الناس ومشكر تعابهم معنا وكل الكرو تانكيو لألكون تانكيو للجديد شو الشي اللي هم تقدموا هلأ حاليان بالفيديو كليب مع أساس؟ أول شي يعني الفيديو كليب اللي عمله فياريس هو من الوضع الموجود عندنا بالبلد وخاصوا بالأكل كوني كاني يعني صديقه كشاف وحبا يتشارك معه بهذا الفيديو كليب وإنه يعني فرجت ضحكة حلوة عوجوه الناس لأنه هذا الفيديو كليب شوي كوميدي مع وضع البلد والحمد لله دور يعني أنا دوري معه هو كيف الشخص اللي لزقل بضل ورا الشاخر يعني ولا حدا أنا أنا دوري هايك وما بيروح تكون حده ما حيلقيني بكل الفيديو كليب ما هيك تخبرنا شوية عن العمل اللي بيش معك مع الشاعر فيارس سكندر أول شي مع الصديق والله وأنا مسميه الترند ميكر فيارس تالنتد يعني عنده الروح الحلوة عنده الخلمة يلي بتشبهنا بتشبه جيلنا ووجودي هلأ بيروت كنا عم نسمع غنية ومنو مطرب فقالش رأيك نعمل شي هيك سريع من الواقع يلي عم بيحس فيه الشعب يلي غنية يعني رائعة جدا لأنه قوميدية بإطار قوميدي يعني ما حتشوفه كلب كليب منو مطرب يعني نحنا عم يعني مثل هيكي كاريكاتير كلب أو مولولوج كلب ممكن نلاقي تعاون مع بيولا فارس محمد سكندر أكيد قريباً نحنا عم نخلص عم نحط اللمسات الأكيرة على ستوري بورد لأبو فارس إن شاء الله بعملان وإن شاء الله حتكونوا بالكواليس أكيد عم تتواكبونا بالتصوير أكيد موسيقى 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 موسيقى